موسيقى يتساءل البعض لماذا لعن المسيح شجرة التين التين يعتبر واحدة من الشجرات التمانية من النباتات الكتابية اللي بيذكرها الكتاب المقدس في سفر التثنية وأول ذكر لشجر التين مذكور في جنة عدن عندما أخطأ آدم وحواء وقطعوا أوراق من ورق من التين وحاولوا أن يغطوا عورتهما لكن طبعا بتشرق الشمس وتجف أوراق التين فمش ممكن يخبي إلا الذبيحة طبعا التين موجود في كل مكان سواء في أرض فلسطين إسرائيل في كل الأراضي المقدسة في الشمال في الجنوب وفي أنواع للتين اللي بيطلع في موسم المبكر الربيع وطبعا الموسم الأكبر هو الصيف اللي بتنزل للأسواق وطبعا بالخريف للشتاء أكثر في منطقة الشمال إلى جبل حرمون فالتين مشهور جدا في الكتاب المقدس وفي التين الردي اللي بيرمز لأمة إسرائيل وفي التين الجيد اللي بيرمز للبقية التقية التي آمنت بيسوع المسيح ليلة عن شجرة التين خلينا نأخذ عدة ملحوظات تذكر أنه إحنا في الأسبوع الأخير وكانت أيام الفصح المسيح كان منحصر في عمله فلم يبالي في طعام الجسد لأن طعامه أن يعمل مشيئة الذي أرسله ولأنه مكتوب غيرة بيته قد أكلته فإذن هذا الطعام اللي بيتكلم عنه جاع أخيرا وطبعا كان متوقع من شجرة التين لأنه في الربيع بيطلع الثمر قبل الورق فكان متوقع طالما أنه الشجرة مليئة بالورق الأخضر الجميل لابد أن يجد ثمرة جيدة حتى يأكلها اللي منسمي الفج أو في هذه المنطقة منسمي تين الدفور بيطلع دفعة واحدة خلال أسبوعين بيكون طعمه كتير كتير حلو هذا التين لأنه لم يكن وقت التين يعني مش التين اللي بينزل في الأسواق فإذن البعض بيعتبر أنه هذه معجزة خسارة مادية طيب ليه ما صنع معجزة بالعكس أنه تصنع تين كما صنع معجزة إشباع الآلاف أو تحويل الماء إلى خمر أو يصيده 153 سمكة حبائي هون في رمز كتير كتير مهم هذه الأحداث كلها نزول المسيح من جبل الزيتون تنبأ عن خراب أورشليم قال أورشليم يا أورشليم يا رجمة الأنبياء والمرسلين كم مرة أردت أن أجمعك كما تجمع الدجاجة فراخها ولم تريدي هو ذا يترك لكم بيتكم خرابا وكما قال القديس لوقة لو علمت ما هو لسلامك لأنك لم تعرف زمان افتقارك التين في الربيع فعندما طبعا يحل أو يمضي فصل الشتاء كما يقول في سفر النشيد لأن الشتاء قد مضى المطر مر وزال التينة أخرجت فجها والكرمة هذه المناطق مشهورة في التين والكرمة والشجرتين بيرمزوا لأمة إسرائيل والله بدين إسرائيل لعدم الإثمار في إشعياء خمسة قال أنشدن لحبيبي نشيد محبي لكرمي كان لحبيبي كرم على أكمة خصبة فنقبه ونق حجرته وبنى في وسطها برج وعمل كل عمل كامل متكامل انتظر أن يصنع عنبا صنع عنبا رديئا حتى الثمر اللي طلعته كانت ثمر رديء فالمسيح في العهد الجديد بقول أنا هو الكرمة الحقيقية كل غصن لا يأتي بثمر ينزع فإذا كان في دينوني لكن المسيح هو الكرمة الحقيقية نفس الشيء لعن شجرة التين أحبائي وتطهير الهيكل هي من أعمال الدينونة فالتين تمثل إسرائيل عدم الإثمار يعتبر خطية أوراق بلا ثمر وهذا بدل على خطية الرياء ومظاهر التدين الخارجي فالمسيح أراد أن يعلم درس من هذا الموضوع من ثلاث سنوات قال يحنى المعمدان تكلم عن الفأس التي تقطع الشجرة من الجذور والنبي ميخا بيتنبأ أحبائي عن الله يطالب في أول الثمر اللي بيعتبر البكورة فالمسيح انتظر ثمر انتظر شيء فلم يجد فقال لا يأكل أحد منك ثمرا فيما بعد وفعلا حدثت معجزة أن التين يبست من جذورها من أصولها فالله بعلمنا درس مهم عن خطية الرياء ومظاهر التدين الخارجي والعمى الروحي اللي بركز على حرف النموس بدون أن يكون عنده علاقة مباشرة مع الرب فإذن المؤمن مدعو أن يكون فعلا مثمر سواء في الكرمة سواء في التينة أيضا ثم الرب يسوع ما يعني بيعمل شيء إلا ما يعلم درس وكان بعلم درس عن الإيمان قوة الإيمان ليكن لكم إيمان بالله ومهما طلبتم حينما تصلون فآمنوا أن تنلوه فيكون لكم بعلم عن قوة الصلاة هذه الصلاة التي تنقل الجبال وهذه الصلاة محتواها الغفران عندما بيكون فيه غفران أيضا فيه بيكون بركة فإذن كان فيه مشكلة من بداية الأيام مع آدم وحوص تخدم ورق التين في أمة إسرائيل كانت مظاهر تدين خارجي في التينة وبتعرف حبائي مش من الخطأ أنه يعني المسيحي يلعن شجر التين لأنه له السيادة والسلطان المطلق في أيام يونان خلق يقتينة وفي نفس الليل يبسها إلي النبي صلى سكر السماء ثلاث سنين ونص منع المطر فهذا مش خطأ أن يقوم ولسيما فيه درس لازم يتعلمه من التينة وعلى فكرة المسيح أعطمه لشعب إسرائيل في المثل اللي علمه في لوقة 13 قال أتركها هذه السنة وعلى ما يبدو أن هذه السنة مرت بدون ثمر فحان الوقت ليفضح غياء إسرائيل والعمق الروحي ومظاهر التدين الخارجي لكي يكون في نور المسيح أن الله بطالب بأمة بشعب تصنع الثمر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة